اشتركوا في القناة طيب هذا الحشي استاق شو رفائته يعني انا لما اقرأ هذا الحشي شو رفائته ها خوش سؤال طيب اولا هذا الحشي اللي انت شوفه قدامك هذا جاي من عنده بالامتحان الوزاري اسقاطاقي يعني معاني مهم جدا وهذا شوفت هذن الكلمات اذا حفظت هذن الكلمات راح تسيطر على اليونت الاول كامل معقولة نعم معقولة تعالوا اياي طول خلقه شوية اياي وكمل لحد نهاية الدرس وراح تأثبت لك انه هذي الكلمات مفيدة بكل هذا اليونت وبالمحاضرات القادمة طيب خليكم زين اذن الدرس الاول احنا عدنا اليوم بالدرس الاول يا غوالي احنا عدنا كلمات مهمة جدا attend معناها يحضر يعني احضر محاضرة احضر مؤتمر enhance يحسن scientist عالم chance فرصة سامعين احنا نقول والله هذا مجنس شنه يعني مجنس يعني عنده فرصة يعني هذا عنده حظ هيش بمعنى workshop ورشة عمل الورشة مال العمل discuss يناقش discuss discussion مناقشة discussion مناقشة طبعا كل هذي الكلمات مهمات جدا 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 زين عيني efficient كفوق register يسجل method مقبول او تجي بمعنى يقبل لها اكثر من معنى و enroll ايضا بمعنى يسجل هذي الكلمات كلش كلش كل مهمة وجايات وزارة تعالي يا غوالي راح نقر هاده النص وراح انترجمه وراح اقل لكم شنو المهم الكلمات اللي بي وشلون تجي بالامتحان طيب هذي الكلمات هذي الكلمات هذا موجودة ب student book صفحة اربعة وستين ايقول I can't find a job that really interests me ماذا ألقى وظيفة مناسبة لي I think I need to learn new skills to enhance my chance of getting a good job اعتقد انا بحاجة الى تعلم مهارات جديدة لكي لكي احصل او لكي تزداد فرصتي بالحصول على وظيفة جيدة اوكي طيب اهنا هاية شو تقول اتقول I'm a scientist انا عالم I attend a conferences انا احضر مؤتمر ايها جاية تكون مزالة هالكلمة جاية مزالة نصا هذا الحاج once or twice a year يعني مرة لو مرتين بالسنة طبعا بكل بساطة لما نشوف كلمة attend هي مفتاح الحل راح تقول لك conference مؤتمر طيب about what scientists are doing واتناقش عن الاشياء اللي قاعدة صير وهي علماء اخرين المهم I am enrolled ايها جايتكم مزاري انا منضمة انا مسجلة يعني on a language course بكورس دغة because I love to travel لان انا احب اسافر مفتاح الحل لو اجيت على هذه الكلمة on a language course مفتاح الحل هو language course الجملة رقم خمسة رقم خمسة ايضا هاي الصورة يقول I'm on my way to regist her for a computer workshop انا بطريقي للتسجيل for a computer workshop لورشة عمل ايضا computer workshop هي مفتاح الحل طيب I need more وانا احتاج مهارة اكثر للتعلم عن مهارات الحاسو ركزونا على الكلمات المهمة I want to take a summer class يعني انا الاري داخل يعني فصل صيفي فصل صيفي احنا بالعراق ما عندنا فصل صيفي ولكن في بعض الدول يوجد يوجد في بعض الدول يوجد ايضا فصول صيفية والاساس رح يسوون الفصول الصيفية يعني بالجديد رح يسوون خصوصا بالجامعة فصل صيفي العالم تقعد بالصيف وانت رح تدرس على الموات تتخرج من الوقت I sent my application وأنا ارسلت المن ارسلت الابلكيشن مالتي ارسلت الطلب مالتي ابلكيشن معناها طلب يستردي البارحة I am what وأنا يقلق I want to be admitted admitted هاي جايتك ومزاري ركزونا على هاي الكلمات مهمة ابلكيشن مهمة جدا هاي جايتك ومزاري قرووا له هاي الجملة وركزوه على الكلمات المهمة لان راح اتفيدكم تعالوا خلونا نحل هذا السؤال الوزاري المهم جدا شوفوا الوزاريات كم مرة جاي وزاري لذلك اقول لك ركز علي طيب الاولى get on a list من اشوف كلمة get on a list تمرين هذا بالاكتيفي تابوك في صفحة 148 من اشوف كلمة get on a list معناها يضيف على قام اقل ريجفته معناها يسجل مهمة يجيب لك قائمة اي قائمة بي ويريدك تربط معناته انتبهل عليهم زين طيب large meeting يعني اجتماع كبير الاجتماع الكبير هو شنوى هو مؤتمر هو مؤتمر رقم ثلاثة هاي جايتكم وزاري بطريقتين practical practical هي عملي workshop اللي هي ايضا ورشة عمل يعني قصده هو هنا يعني practical lesson درس عملي طيب مرة جايب لك practice ويريدك يسويها صفة تدقل لها practical فانتبهل علي هاي الكلمة written request written request يعني طالب مكتوب application شكيت لك قبل شوية هاي الكلمة وين موجودة مو موجودة بهذا احنا تمرين اللي قناها هنا ايضا وهاي ايضا رح ناخدها بتمرين اخر يعني تخيل هاي الكلمة اللي انا اطلتكها باليونت الاول بالبداية هذين راح يظلن وياكل كل اليونت يلا يا بطل طيب working quickly يعني يعمل بسرعة شنو اللي يعمل بسرعة شنو هذا efficient واللي هي بمعنى كفوق فعال نشط ستة law list for a class من اشوف كلمة list for a class يعني يكون من ضمن الصف اللي هي معناها enroll ينضم سبعة من اشوف make better يعني يجعل هذا الشيء احسن شنو هذا اقول له enhance معناها يحسن طيب رقم ثمانية من اشوف allowed into allowed into يعني يسمح باشي يعني معناها admitted واللي هي معناها مقبول اما تمرين c فهذا التمرين فرصتك على التتاخل الدرجة الكاملة يا بطل تمرين هذا موجود في 48 تمرين رقم c باوعلي على هذان الكلمات admit admission enhance enhancement enroll enrollment شوف هنا نكرر admit شوف هذان هذان هيا صح وهايا صح يناكم صح apply application و register register registration ها هي والمعنى احفظها هنا والمعنى ليش لان رح يفدنك بالتمرين اللي بعد تخيل يعني انت تحفظ تمرين واحد تبقى بالتمرين اللي بعد واللي بعد يعني تخيل كلمات تحفظها عشرة رح تساعدك بكل اليونت لذلك يا غالي اقول لك احفظ كلمات احفظ كلمات بس انتم ما ما تقتنعون يعني اقبع الضلاب ما يقتنع بس شو كنت رح يقتنع لما يدخل الامتحان الوزاري يشوف كل معنى رح يقتنع بيج ساعة يا رب يا الله اللهم يسر لهم يا كريم يا رب طيب نجعل هذا تمرين هذا تمرين هو عبارة عن فراغات على ما اعتقد او كلمات فوق نزلهم جوه حسب المعنى تمرين مهم 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 كل جاي وزاري حرفيا كل هذا تمرين جاي وزاري ريجستا يسجل كل هذين الكلمات اخذناها انتبه ولا رح ترجحهم غير الكوليفيكيشن معناها مؤهلا تونا اخذناها كلهم كلهم اخذناها يلا يا بطل رح نجي نحل الجملة الاولى من اشوف كلمة انهانس عفوا من اشوف كلمة كمبيوتر سكلز اللي هي معناها كمبيوتر سكلز اللي هي معناها مهارات الحاسوب رح اقول له انهانس يحسن كمبيوتر سكلز انهانس يحسن كمبيوتر سكلز انهانس يحسن رقم اثنين من اشوف كلمة سيند يرسل شنو سيند يرسل ومدرسة يرسل أرسلت روحي إلى داري تطوف بها لما خطانا إليها ما لها سبل أن تسأل الدارة إن كانت تذكرنا أم أنها رحلت إذ أهله دقيقة نستعي عفوا أول شعران طيب خلونا نكمل إيش أرسلتاني؟ أرسلت الطلب أرسلت الطلب ما أرسلت روحي يلا يا أبطال ثلاثة من أشوف كلمة ساينتست ساينتست يعني عالم أو علماء شي يساون العلماء؟ أشي يعطون؟ أو يحضرون؟ مؤتمر رقم أربعة يا غوالي من أشوف كلمة أكسلنت أكسلنت يعني معناها ممتاز يعني جيد جدا طالما هو جيد جدا جيدة جدا أمينة أدمتد شن يعني أدمتد؟ يعني تمقب ولها خمسة من أشوف كلمة كلاس يعني صف وعندك كلمة فورم فورم يعني استمارة يعني يسجل بالاستمارة أش؟ يعني عفوا كلاس صف وفورم استمارة ها شن يعني؟ يعني معناها ريجستا معناها يسجل رقم ستة يقول يعني أنا من خلصت مدرسة يعني تخرجت من المدرسة كان لدي القليل من أش من الكواليفيكيشنز اللي هي معناها مؤهلات سواحد يسألني يقول استهار اللي يخرج من المدرسة ما عنده مؤهلات نعم اللي يطلع من المدرسة ما عنده مؤهلات لعد من هو اللي عنده مؤهلات اللي يطلع من الجامعة ستخريج سادس علم بتقدر تفتح صيدة لي ما عندك مؤهلات يا غوالي يا أبطال هذا هو كل ما موجود بالدرس الأول سلامتكم يا غوالي شوفكم بخير بدرس جديد أبطال مثل ما أعرفكم تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة